طالما انت دخلت على الفيديو ده فعاوز اقول لك انك مش هتضيع وقتك. لاني هراجع معاك موقع مليان ادوات دكاء اصطناعي سهلة جدا لاي حد يستخدمها. وواحدة من دون الادوات دي هي انك تقدر تغير لبسك لاي لبس انت عايزه. انا مسلا حاولت صورتي لصور تانية كتير بالشكل ده بضغطة زر واحدة بس. ولما نشرت الصورة على السوشيال ميديا جات لي اسئلة كتير. عملتها ازاي دي? عايز اقول لك انك تقدر تعمل ده كله بدون اي خبرة. هيجي حد يسألني يا عمو محمود هستفادقي لما اتعلم حاجة زي دي. انا هقول لك هتستفادقي. بقول دايما انك لو منشئ محتوى او بتشتغل اي شغل في تعديل الصور او منتاج فلازم تتعلم ادوات زي دي تساعدك في شغلك. فلو مهتم ما تتعلم وتستفيد من ادوات تساعدك في تعديل الصور بدون مجهود او خبرة فلازم تشوف الفيديو ده. ولو شفت الفيديو الاخر هتشوف اجمل اداة معانا النهاردة. اللي هتقدر تعمل بها تريند مع اصحابك بالسوشيال ميديا. فيالا بينا نبدأ الفيديو. موقع النهاردة هو موقع وده موقع كينز. لقيت فيه ادوات كتيرة هو مفيدة واحترافية جدا. هعرفك دلوقتي ازاي تستخدم موقع فوت دوت اي اي. في البداية دي الواجهة الرئيسية لموقع عشان تفتح الموقع ممكن تفتحه من خلال الرابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو. او انك هتدخل على جوجل. هتكتب فوت اي اي اي. هيزهر لك هنا الرابط بالعلامة دي هتضغط عليه بالشكل ده. تلقى اين هيفتح معاك الصفحة الرئيسية بالشكل ده. اول ما هتفتح الصفحة الرئيسية طبعا جاب لك هنا بعض الادوات اللي انت ممكن تستخدمها في الموقع. هتبدأ تنزل تحت هنا فهيجيب لك برضو اكتر من شكل الحاجات كتير ممكن تعملها في الموقع. وبعد تفاصيل اخرى يعني دي وجهة طبعا رئيسية للموقع قوي هنا برضو زي ما انت شايف بعض الادوات وازاي ممكن ان انت هتستخدمها. عشان نبدأ نستخدم الادوات دي مهم جدا ان احنا نعمل حساب في الموقع. ازاي هنعمل حساب في الموقع? وكل بساطة هتروح هنا فوق على اليومين هتلاقي حاجة في اسمها لو انت عندك حساب فهتضغط على لو انت ما عندكش حساب فانت هتضغط على او هكده كده نفس الاختيار. هيفتح لك هنا الرابط ده. حاجة هنا اقول لك دخل الايميل بتاعك طبعا ممكن تحط اي ايميل اي ايميل اي ايميل اي هو اوكي? وممكن ان انت هتستخدم جوجل متاح الايميل اي ايميل او جوجل. فانا تلقائيا بدل ما اعمل يعني خطوات كتير انا هستخدم جوجل. فجوجل طبعا تلقائيا مجرد ما هختار الحساب. هيبدأ ان هو ياسس لي الحساب بتاعي فقدر استخدم الموقع بشكل سهل. هيجيب بعد كده خلاص انت سجلت حساب في الموقع. اصبح عندك هنا الوجه الرئيسي بالشكل ده. عشان ابدأ استخدم الادوات فعندي حاجة اسمها اول ما هضغط عليها هيجيب لي هنا الادوات اللي موجودة في الموقع. في ادوات خاصة بالامج مانبوليشن وهو التلاعب في الصور. فيه ودي طبعا خاصة بمؤسرات الخطوط او ان انت ممكن تتحول النصوص الى الصور. وبعض التفاصيل الاخرى. وفيه برضو حاجة اللي هي خاصة بتحسين الصور وابعاد الصور. وحاجات خاصة بالاي اي اي. وفيه برضو حاجة اسمها ديزاين استوديو. ولكن انا النهاردة عشان ما يبقاش تقول الفيديو عليك هشرح لك. وهنتعرف على ستة ادوات مهمين جدا. وطبعا باقي الادوات الاكثر اهمية هنكملها بعد كده. في فيديوهات تاني. فانا اول حاجة هشرحها معاك في حاجة اسمها هنضغط عليها بالشكل ده. ودي يا جماعة اداة مهمة جدا تقدر من خلالها تعمل تفريغ لاي صورة عندك. ازاي? اول حاجة بتعملها هو انك بتروح هنا تضغط على ابلود. وبتحمل مسلا صورة عندك. ممكن تختار الصورة فانا عايزي نجيب صورة صعبة مسلا الصورة زي دي. وانتضغط على هيحمل الصورة واول ما هتحمل الصورة هو تلقائيا هيبدأ ان هو هيعمل تفريغ للصورة. تعال نشوف التفريغ بقى ده هيبقى كويس ولا لا. لو انت متابعني فانا كنت دايما بقول ان افضل اداة تعمل تفريغ كان كانفا. ولكن انا شايف ان هنا بعد ما عمل تفريغ شايف ان التفريغ كويس جدا. طيب هو هنا عمل لك تفريغ وقال لك انت حايف تسيبها زي ما هي كده ولا انت عاوز ان انت مسلا تحط خلفية. فجايب لك هنا الوان يعني ممكن تحط اي خلفية انت عايزها وباي لون انت عايزه. سواء هتختار لون من الالوان دي. او ممكن ان انت تختار لون على مزاجك. يعني اتحدد لون انت عايزه. او ان انت تخليها شفافة. وبنان عليه لو انت خلاص قررت بتقدر بتعمل للصورة وتحتفظ بها على جهازك. دي كانت اول اداة مهمة جدا للناس اللي بتعمل تفريغ الصور بشكل كتير. هنرجع بعد كده للاداة اللي بعد كده. وهي اداة طيب يعني ايه يعني هو هنا بيقدر يقولك ان هو ممكن يغير لك الخلفية بتاعتك بخلفية تانية. هضغط على ابلود وهجيب صورة تانية. تعال كده نجيب صورة مسلا المرة دي هجيب صورة صعبة شوية. هجيب مسلا صورة دي. واضغط على هو تلقيا هيبدأ اول خطو هيعملها انه هيعمل تفريغ للصورة. وبعد كده هيكترح عليك خلفيات ممكن تستخدمها. هو عمل تفريغ للصورة اهو. هيبدأ يكترح عليك خلفيات ممكن تستخدم. هيجيب لك خلفيات كتير بقى. ويعني الاستهالات مختلفة كتير على حسب انت هتعمل ايه. يعني جايب لك حاجات تنفع لمنتجات. حاجات تنفع لصور شخصية لصور الفوتوغرافية. ايا كان الصورة او اللي انت هتعملها هتلاحز ان فيه هنا صور لايقع عليها. فانت بتبدأ تدور هنا في الصور ايه اللي هيكون مناسب ليك? عجبك اي صورة من الصور دي? مجرد ما هتضغط عليها هيحطها لك في الخلفية. فانا مسلا هجي هنا عجبتني الصورة الاهرامات دي هضغط عليها بالشكل ده. وبعد كده بضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو يطبق لي اللي انا عايزه ويحط لي الخلفية هنا بالشكل ده. ودي كانت النتيجة اعتقد ان هي ممكن تكون لزيزة. بس هو اجيب لك هنا كمان صورتين يعني بقول لك ممكن تختار دي. وممكن تختار دي. طبعا دي هتكون افضل عشان مسلا يكون الهرم سير فيها بشكل افضل. وابنان عليه خلاص استقاريت على ده بتضغط على وتحتفظ بالصورة. الاداة اللي بعد كده هي اداة تعال كده نشوفها بقى هنعمل فيها ايه. هنا بقول لك ان انت مسلا ممكن تغير اي حاجة في الصورة ما انتش عايزه. فلو جيت هنا مسلا تعال كده نختار الصور من الصور اللي موجودة دي. هنا مسلا جاب لك صورة هنا شبه كده. بقول لك احدد اي حاجة وكتب اسم حاجة تانية وهنعملها لك. فانت مسلا ممكن هنا طبعا تكبر دي عشان تحدد بيها. هتيجي هنا مسلا تحدد مسلا الفصل دي انت ما انتش حايزه. وهتيجي هنا تكتب له اي شيء. هنا مسلا قال لك حط هنا اللي هي معناها بفاظة ظهور. او مسلا اللي هي وعاء ظهور يعني. اوكي? ممكن تكتب اي حاجة. بعد كده تضغط على يعني ممكن اغير الكلام ده واكتب اي كلام تاني. عايز احط مسلا اه لابتوب او مسلا تعال كده نجرب. هنقول له لابتوب. ونجي كده نضغط على هيبدأ ان هو يعمل لك التصميم. ودي كانت النتيجة. عمل لي فعلا لابتوب. طبعا كنت كاتب كلمة لاب غلط فعمل لي اصلا تصميم تاني ولكن لما كتبت لاب صح عمل لي هنا اللابتوب بالشكل ده. خطر بقى لناسبك عجبني بصراحة ده. وطلقوا ايا لو عملت هيحتفظ بالصورة. الاداة اللي بعد كده وهي اداة اي 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 امش اكستندرد. تعال لك كده نشوف الاداة دي معناها ايه? هنا في الاداة دي بيقول لك ان انت لو جبت صورة ممكن اننا نكبرها لك. لو انت شاف انها صغيرة ممكن نكبرها لك. تعال كده نعمل مسلا لصورة. ونجيب مسلا الصورة اللي احنا عملناها دي نضغطها لأ open. ونحملها بالشكل ده. هيجي هنا اقول لك انت عايز الابعاد ايه? اول حاجة هنا طبعا بتلاقي الابعاد مكتوبة تحت. ممكن تختار مسلا بعد تسعة لستاشر. يعملها لك بالشكل ده. ممكن تختار ستاشر لتسعة يعملها لك بالشكل ده. هنا المطلوب ان هو يزود لك هنا الفراغات للصورة بحيس تكون المتنسقة مع باقي الصورة. تعال نجرب ونشوف هل هيقدر يعملها ولا لا. مجرد طبعا انت ما بتختار الابعاد. بقى تيجي بعد كده. بتلاحز ان هنا في حاجة اسمها هتضغط عليها بالشكل ده. هيبدأ يطبق على الصورة. يا طرح هيعملها كويس او لا. هتلاحز هنا ان هو عمل هنا اضافة للصورة. يعني ممكن تكون مش افضل شيء. ولكن هو كملها. لو انت كنت عايز تكبر الصورة هو كملها بافضل طريقة ممكنة. بعد كده بتضغط على بتحتفظ بالصورة. نفس الفكرة انا ممكن تطبقها على اكتر من حاجة. بعد كده نجي على اداءة مهمة برضو مع انا. اعتقد ان هي مش هتبقى غريبة قوي. هي ودي معناها ان انت ممكن تشيل اي حاجة من الصورة. مسلا هنا عندنا في صورة شبه كده. الصورة دي مسلا انت جيت هعيز تشيل منها اي شيء. مسلا عايز اشيل برواز زي ده. فبالبراش تول كده بقدر اكبرها مسلا او صغيرها براحتي. وهجي حدد الجزء مثلا كده ده. وتلقائيا انت مجرد ما هتشيل ايدك هيبدأ ان هو يعمل لك هو بيعمل ازالة على طول. فاشله بالشكل ده. وطبعا كويسة جدا. خلاص انتهيت هتعمل وبعد كده بتضغط على وتقدر تحمل الصورة بتاعتك. هنيجي بقى لاخر اداة معنا النهاردة وهي اداة ودي اداة في قمة الجمال. هنضغط على بالشكل ده. وهنا بقى بيقول لك ان انت ممكن تعدل في الصورة زي ما انت عايز. تعالك كده مثلا عندي صورة عايز اعمل لها ابلود. فاول ما هضغط على ابلود هيطبعا هاختار صورة من الصور عندي. مثلا هاختار صورة زي دي وعمل لها اوبن بالشكل ده. هيفتح معي بالشكل ده. مهم جدا انك لما ترفع صورة يكون لها خلفية. يعني ما تبقاش شفافة. لانك لو عملتها شفافة. هيغير لك في الخلفية. هيخليها صمرة ما هيتبقى بايخة شوية. فانا مثلا هنا هاجي كده بكل بساطة هكبر دي شوية. وعايز حدد هنا مثلا اللبس بتاعي كده بالشكل ده. حدده كده. وهاجي برضو كده على الرأس. وهعمل هنا كده. وهاجي هنا هكتب له بقى انا عايزة. فانا ممكن اكتب له مثلا اقول له انا عايزة خليني شيف. واضغط على تعال نشوف هيعمل ايه. هنا على طول لبسني لبس الشيف ولبسني طربوش وزبط لي اللبس بسوان. مش محتاج بقى ان انا اعمل فوتوشوب ولا الكلام ده كله. واعد اجيب واعمل والمانبوليشن هنا يعني ابسط مما تتخيل ومش كده بس ده هو بيعمله بشكل احترافي كمان يعني هطلعز هنا كمان الصورة بتبقى معمولة بشكل كويس قوي. عايزة تحتفظ بها هتضغط على تعال كده نجرب حاجة تانية. هنرجع كده خطوة الورا. تاني. لأ احنا كده هنطلع هنا خالص. هنخش تاني ابلود هجيب له نفس الصورة. وتعال نجرب حاجة تانية. هايجي مسلا هنا احدد برضو نفس الاماكن. هنا انا هاجي مسلا على الراس كده. واقول له مسلا هنا آآ يعني هات. كبعة واضغط على هيبدأ ان هو يلبسني الهات او الكبعة. لبسني هنا كبعة غريبة اوي هنا برضو واحدة اوه. عشان طبعا كبرت له المسافة. فعمل لي حاجات غريبة اوه. ده لزيزة شوية. طيب. ما اجيب تكشي فانت ممكن تعمل ادت. ولو من ادت هيرجعك تاني. هقول له مسلا كده هرجع خطوة الورا. هرجع خطوة الورا. او ان انا ممكن هاضطر ان انا ارجع تاني واحمل الصورة من اول و جديد عشان تجيلي فاضية. فهاجي هنا بقى برضو هحدد كده الجزئية دي. وهحدد اللبس بتاعي تاني. هي طبعا مش هتبقى لي اعلان هكتبه دلوقتي. بس انا ايه هتجرب معكو برضو. وهاجي هنا هكتب له بوليس بوليس اوفيسر اوكي. وبعد كده اضغط على عايزو يلبسني لبس زابط فهنشوف كده بقى الزابط هيظهر معنا ازاي. طبعا هنا علبسني لبس ده فرض امن يعني اعتقد بالشكل ده. وهنا اعمل فيها اوه يعني زابط بس الزابط غريب شوية تحس انه هو زابط في المريخ. فتحتفظ برضو بصورة بالشكل ده. الفكرة هنا ان انت ممكن تعمل شغل كتير بالاداة دي لان هي بصراحة فيها شغل كتير يعني حالو ممكن يتعامل يعني مسلا برضو في هنا حاجة زي كده مسلا. انت ممكن تيجي مسلا تحدد هنا في الصورة دي سمكة ازاي دي. وهنا بقول لك يعني بدل السمكة بايس كريم شوف ازاي. ودي كانت النتيجة. زي ما احنا شايفين هنا البجعة راح تاكل ايس كريم. يعني بقول لك بالشكل ده. ممكن بقى تحط اي حاجة تانية انت عايزها. وبعد كده تحتفظ بالصورة. بصراحة كانت ست ادوات تجربة حلوة قوي. وعايز اقول لك لا ان في لسه التقيل جاي في باقي الادوات. ولكن عشان ما اطولش عليك في الفيديو فهشرحهم لك في فيديو تاني. فانتظر الجزء التاني من شرح موقع فوت دوت اي اي اي. واتمانا تكون استفادتين من الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زيجرز. علشان تشوف كل فيديو هاتنا. ولو عجبك الفيديو تدوس لايك. ويا ريت سيب لورك في تعليق. ويا سلام لو عملت مشاركة الفيديو. وفي النهاية السلام عليكم.